اشتركوا في القناة نحييكم بأجمل تحية من غرفة تجارة وصناعة دبي وننقل لحضراتكم وعبر القنوات التلفزيونية وشبكات التواصل الاجتماعي فعاليات المحاضرات الدينية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم دورة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم رحمه الله تتشرف جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالترحيب في معالي عهود الرومي وزير السعادة في محاضرة أسرار السعادة فعاليات هذا اليوم برعاية كريمة من هيئة كهرباء ومياه دبي مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر سوق دبي المالي محاضرة هذا اليوم مشاهدين الكرام لفضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق وعنوان المحاضرة أسرار السعادة نحول الميكروفون الآن إلى الأخ العزيز الإعلامي القدير أستاذنا ثاني جمعة بالرقاد فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أصحاب المعالي والسعادة الضيوف الكرام السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرفت بالأمس بمجاورة فضيلة الشيخ العلامة الذي لا شك أنني نهلت من منهله بالأمس واستفدت كثيرا بعد هذا العمر الطويل وكما قال الله سبحانه وتعالى فوق كل ذي علم عليم وتعلمت منه الكثير بالأمس عندما ألقى محاضرة جميلة جدا لدى السيدات في جمعية النهضة النسائية حول قرة الأعين وأول ما يعتبادر إلينا عن قرة الأعين بأننا سنتكلم عن الأبناء ولكنه بكل أمانة قلب المسألة وتكلم عن الآباء والأمهات وتحديدا للأمهات ودورهن في أن يكون أولادهن قرة أعين لهن ولأبائهم لذلك أتشرف اليوم أيضا بأن أكون مرافقا له في هذه الرحلة الجميلة في هذه الليالي الطيبة المباركة من الليالي رمضان الكريم وتحت ظلال القرآن والجائزة الدولية جائزة الدبي الدولية القرآن الكريم في عامها العشرين وفي سنتها العشرين لا شك عمر طويل جدا مر منذ ذلك اليوم وحتى الآن ولكن هذه الجائزة أيضا متجددة كتجدد القرآن تماما فمن جائزة واحدة إلى ثلاثة عشر فرعا لهذه الجائزة في مختلف أطياف العلوم التي نستقيها من القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن القرآن كلنا يعلم أنه العلم والعلوم ومن ثم اليوم في هذه المحاضرة الأخيرة في هذه الليلة الأخيرة من المحاضرات سوف ننهل أيضا من معين هذا الشيخ الذي لا شك أنه سيضيف إلى معلوماتنا الكثير عن أسرار السعادة ضيفنا الكريم اليوم الشيخ سعد بن عتيق العتيق له حقيقة شخصية أو سيرة شخصية كبيرة جدا ولكني أجملها في شيء بسيط جدا أنه خبير التوعية الإسلامية في وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية ولا شك عندما يكون خبير وتربوي وفي وزارة التربية أن اتصاله المباشر مع الأجيال المقبلة ومع آباء هذه الأجيال المقبلة اتصالا مميزا ومتميزا من أجل أن ينهلوا من معين الإسلام الجميل الراقي لا نقول الإسلام الوسطي أو غير الوسطي إسلامنا راقي جدا لا يحتاج مننا إلى أن ننعته بالوسطية أو بالاعتدال هو معتدل لكل المجتمعات ولكل الأزمان ولكل الألسنة ولذلك نحن نتشرف بأن نكون مسلمين ونحمد الله على نعمة الإسلام أسرار السعادة كلنا يتحدث عن السعادة هناك مقاييس للسعادة نعم هناك مقاييس للسعادة وأعتقد أن معالي عهود الرومي لديها الكثير لتكلمنا في ذلك كأول وزير للسعادة على مستوى العالم وبالتالي ما هي مقاييس السعادة؟ لا دعونا نقول ما هي أسرار السعادة؟ هل هناك أسرار؟ قد تكون هناك أسرار ولكن في السعادة من الجميل أن نسعد الناس ونفشي هذه الأسرار نفشيها لكم ولمستمعين الكرام حتى يسعدوا في حياتهم إن شاء الله ويتبعوا طريق السعادة الذي هو لا شك أنه ديدننا وسعادتنا الأخروية لا شك أنها أكبر من أي سعادة دنيوية مع فضيلة الشيخ سعد عتيق العتيق اسمحوا لي إن أطلت ولكن أيضا نشكر هيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر ومركز دبي المالي على هذه الرعاية الكريمة لختام ليالينا في المحاضرات الطيبة وإن شاء الله غدا تبدأ المسابقات ومع فضيلة الشيخ وأرائه إن شاء الله النيرة التي لا شك ستنير لنا درب السعادة وستسلم في سعادتنا إن شاء الله تعالى فليتفضل مشكورا الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسأل الله أن يحرم هذه الجباه عن النار وأن يسكب في قلوبكم الأمن والإيمان وأن يجعل عيشكم سعادة وأن يرزقكم نزول الأنبياء ونزول السعداء أنا في هذه الليلة حقيقة كبائع الماء في حارة السقائين وكبائع التمر على أهل هجر دبي وبها وزارة للسعادة فأتيت أحدثهم عن السعادة فما أدري ماذا أقول ولكن أعتقد أن القرآن الذي هو ربيع القلوب في عامه العشرين وهو يكرم أهل الله وخاصته جعل صيف دبي ربيع حقيقة لأن الربيع الحقيقي ليس الذي تراه العين إنما الذي يسكن الصدر نتحدث عن السعادة أحبابي ولا نريد أن نصعبها لكن الذين نراهم حياتهم هنية رضية مطمئنة عيونهم قارة ينظرون إلى الحياة أنها جنة وفي طريقهم إلى الجنة أسرارهم بسيطة فهموا الحياة على ما هي عليه فلما صعبنا الحياة فغلقنا أبوابا من التوفيق واللذة والحبور شاء الله أن يفتحها لبعض عباده وغلقها عن بعضهم نريد أن نقف أمام أبواب لن نستطيع أن نفتحها حتى نسأل من بناها ووضعها أن يعطينا مفاتيح لها ولذلك قلت في مقدمة المحاضرة قبل أن أصل أن بعض الناس قد شرق يريد مكة ومكة غرب أراد السعادة لكنه سلك أودية وشعاب آخرها حياة الكيه وعدم الطمأنينة أريد أن أقدم بنتيجة قبل المقدمات خذوا النتيجة النتيجة أقسم بجلال الله الذي لا يقسم إلا به الذي رفع سبعا بلا عمد ترونها وبسط الأرض ونصب الجبال فوقها أقسم بجلاله لا يسعد عبد فوق ملكه إلا إذا أطاعه لأن ربي لو سكب نور الإيمان والطمأنينة والسعادة على قلب عاص لكان هذا ظلم وحاشى ربي أن يكون ظالما كل واحد منا يعرف نفسه من داخل نفسي أعرف أنا من والأسرار التي لا يراها الناس عني والأخبار التي أخفي الناس ألا يعرفوها عني ولذلك كل واحد منا يعرف من نفسه أسرار هو لو أزاحها لم فتحت أمامه أنوار وصار حياته الصحراء اللي هو الآن فيها صحراء الضجر وصحراء الضيق تنقلب عشباً وورداً وسعادة فقط افهمها صح افهم الحياة كما شاءها الله الله جل وعلا ما جعل الحياة هذه عذاب لعباده هي سجن ومما يروى عن ابن حجر عليه رحمة الله أن يهودياً كانت متعباً في مصر وكان حياته شاقة وكان فقيراً ويعطي الإتاوة فرأى ابن حجر وقد لبس أجمل حلة وركب فرساً جميل وعليه ذاك السرج المطعم فرأى قال يقول نبيكم إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أي جنة فيما أنا فيه وأي سجن فيما أنت فيه قال فيما ينتظرون عند ربي فما ترى سجن لأني أنتظر جنة عرضها السماوات والأرض وما تنتظره أنت إن ميت على ما أنت عليه فالجنة تعتبر على ضيق عيشك أنها جنة الدنيا على ضيق عيشها تكون لك جنة أعود فأحبابي فأقول نحن ونحن نتحدث عن السعادة لا بد أن نفهم أسرارها وأول سر لا أريد المقدمات أن يعرف العبد ربه والله إن كثيراً من اللاهثين يريدون السعادة ومن المكتئبين والقلقين والضجرين والذين دخلوا في أنواع الاضطرابات حتى وصلوا إلى ما فيش حل وجدوا جداراً مغلقاً والبعض وجد جدار ولازال يطرقه الباب يسار الباب يمين مفتاح النور على اليمين لماذا تلعن الظلام أوقد في الظلام شمعة مصر إلا أن يخرج مع هذا الجدار الذي لا يعرف الغفار حياته ضجر وهم وضيق لأنك إذا عرفت الله باختصار إذا عرفت الله عرفت أن هذه الدار مرحلة للوصول إلى دار أسعب وإلى دار أهنى وإلى جنة ليس فيها موت هنا دعابة جميلة عجوز في الرياض تقول لي يا شيخ أبناء يقولون أنك إذا دخلت الجنة لا تصلين قلت صحيح كلامه أبنائك صحيح لأن التكاليف تتوقف والصلاة تنتهي والحج والعمر يبقى فقط التسبيح والحبيب يقول يلهمون التسبيح كما نلهم النفس قالت يا عيباه يا شيخ يدخلني الجنة ولا أصلي والله أختفي خلف الشجيرات وأصلي لله ولو ركعتين يعني مصرة تبارك الله تب الصلاة لأنها وجدت لذة ما وجدها بعض المصلين عرفت الله أحبابي أكبر سر في حياة السعداء يعرفون الله إن أخذ حمدوا وإن أعطى حمدوا وإذا قصر النعم حمدوا وإن أفاضها حمدوا فهم في جنان الحمد ذاهبين ورائحين ولذلك هم راضين على رب العالمين إن معرفة الله تورث حبه ومصيبتنا في زمننا كلمة الحب ابتذلت فصار كل واحد يحب فأحببنا وأحببنا وأحببنا لما جاء حب الله ما وجد مكان ما في شاغر ولذلك خرج فبقيت المحبوبات تعذبنا إن راحت عذبتنا وإن جد عذبنا يا ويلي منك ويا ويلي عليك ما أدري والله خايف عليك في الثنتين ولذلك تجد أن بعضهم مهموم مغموم ضائق مع أنه يحب شيئا كثيرا هو اكسير السعادة كلها حب الله لأن حب الله إذا دخل في قلب عبد استعذب الألم استعذب الألم وصار الله يريد هذا قبلت الله أخذ قبلت وهذا سنأتي إليه إلى سر من الأسرار ولذلك أحبابي أريد تصوير بسيط لو أن أحدنا في صحراء وفي الصحراء فقد الماء وانقطع عن الخلق وترك السيارة ومشى ونزلت واحتفى شق ثوبه من الضمى نظر إلى الأفق إذا السراب يتقطع بين عينيه ودموعه ويا رب ولكنه أسقط أو سقط تحت شجرة ينتظر الموت فقدم إليه كوب هذا الماء بعد أن أيقظنا الموت أسألك بالله ما لذة الماء عندما تجرعه وقد تيقن على الموت أو تيقن أن الموت حل تقدر توصف لي أيها الحبيب لذة الماء وهو يمر والله ما نستطيع لكن إن لم يكن حب الله إن لم يكن حب الله في قلب عبده كحبك للماء هذا على الضمى فلا زال تحتاج إلى مراجعة الإيمان والحب في القلب إذا كان الله حبه أغلى من الماء وكان من دعاء صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الضمى حب الله حب الله أن لا تقدم أمام مراده مراد ولا حب ولذلك عذابات المحبين الحبيب يقول أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيظك يوما ما وأبغض بغيظك هونا ما عسى أن لا يكون حبيبك يوما ما هذا الميزان في القلب وهو الحب يجعل الإنسان أحباب مطمئن والذين آمنوا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولن يقودك إلى السعادة إلا حب الله وحب الله علامة من وصل إليها أمين من كل خوف وحب الله له أخ وهو الحيب بعضنا الآن يخاف خايف على الزوجة وخايف منها خايف على الأبناء وخايف منهم خايف على المال لما قلت الخوف من الزوجة ضحك الجميع الله يجعل خوفنا من الله أكثر نعم ولا الخوف من الزوجة من علامات الحب أعود فأقول الخوف هذا في الطراب في حيات بعضنا خايف خايف حتى أن الأطباء النفسيين الطراب الخوف والرهاب هذا يأتون هنا خايف مع أن حياته سعيدة المظاهر العامة جميلة المؤشرات الحيوية للسعادة موجودة لكن على ديه قلق يخشى هذا المحبوب أن يرحل صحح وضعك مع من وهبك تطمئن على كل نعمة وهبك إياها لا يرحل أمر والذي يحميه هو الله إذا اتكأنا على حولنا وقوتنا والله إنا ضعفا والله إنا ضعفا لكن متى نظهر الضعف بعد ما تروح الحياة ويروح نعيمها ويروح جمالها نرفع العين إلى الله نقول يا رب جميلة هذه تقولها وأنت قوي فمن تعرف على الله في الرخاء عرفه ربي في الشدة نحتاج أن نخافه هو وأن نحبه هو وأن نرجوه هو ما تلاحظون بعض الناس الآن حياته معذبة يرضي مديره صحيح؟ يرضي لا يزعل الله بفلان وكل يوم شرق وغرب لا يزعل فلما انشغل حياة الإنسان نعم يرضي مخلوق أرضه من حسن الخلق أن تتعامل مع الناس بحسن جميل وبدل جميل وبأخلاق جميلة لكن إياك أن تخاف الخوف السري إلا من الله لأن خوف السر توحيد وإذا بذلته لمخلوق كان هناك لوثة في التوحيد من أسبابها يسلب الله منك السعادة تجد أنه عنده كل شيء إلا الراحة هل هذا سعيد؟ اللي عنده الراحة ولا عنده شيء هذا السعيد راحة البال ولذلك تعريف السعادة وعندنا وزارة السعادة كلها وهم أدرى مني بتعريفها لكن السعادة باختصار الحياة الهنية الحياة الرضية راحة البال قرة العين حب لقاء الله ألا يكون عليك للمخلوقين حق هنا كل حقك مبذول للخالق هنا أنت سعيد إذن أقول أول سر من أسرار السعادة معرفة العبد ربه وللأسف يا أحبابي إن الفشل في هذا السر وعدم دخول عالمه لربما يؤثر على ضياع المستقبل الأخروي لأن معرفة الله هي أول أسئلة القبر أول سؤال من ربك؟ وفوق الأرض إذا كنا حياتنا طبعا حياتي كلها وحياتك هي صالة امتحان كبيرة نجاوب على ثلاثة أسئلة وجميل تقول عجوز أخرى وأنا أحب أمهاتنا وخالاتنا وأمي تقول ونمك يا أخي تدرسون لأن تأخذون الدكتورة وإذا متوا ما سألكم الله إلا عن أسئلة أولى ابتدائي يا أخي وشغالين بينهم ضيعين عماركم كلامها جميل تقول ضيعتوا حياتكم يا أخي تدرس 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 وتبعد عن ربي تبعد تبعد ثم إذا مت سألك عن أولى ابتدائي من ربك ما دينك من نبيك قلت أمه هذه أسرار السعادة أدرس وادخل في عالمي وآفاق رحبة طويلة في العلم لكن مع كل علم آخر محطة في أي علم مهما كان العلم آخر محطة أنه يقوي علاقتك بالله لأن في الأصل جميع العلوم تعلم الخشية وإذا كان علمي وعلمك لا يعلم خشية الله فاعلم أن علمنا جهل لا يضر وعلم لا ينفع إذن أول سر أن يعرف العبد ربه فإذا عرف العبد ربه أحبه خافه رجاه وهذه ثلاثة هي أركان السعادة بل هي أركان العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن سيمية عليه رحمة الله حب الله خوف الله رجاء الله طائر رأسه الرأس محبة الله الجناح الأيمن طبعا ما هي بالكرة الآن هذه جناح الأيمن في الطائر الجناح الأيمن هو الخوف والأيسر هو الرجاء فلابد أن تحرك هذا بتوازن اللي حرك الخوف جدا لن يسعد اللي خوف حرك الرجاء جدا لن يسعد لابد من التوازن حتى يكون ميزابان في القلب ولن يطير طائر والرأس ليس فيه أي حب الله هو رأس الطائر الثاني من أسرار السعداء أن لهم علاقة مع الله إذا أهمتهم الدنيا وكروبها تركوا الخلق للخالق صدق عليه الصلاة والسلام إذا ضاق صدر الحبيبي وحزبه أمر وأتته الهموم من كل درب ماذا كان يقول يقول يا بلال أرحنا بها أي أنا أريد أن أنعز العزلة بسيطة عن الخلق لأتفرغ باللقاء الخالقي فإذا الإنسان صدق في علاقته مع رب أقسم بالله لا يوجد هم إلا واستجود علاجه وأقسم بالله إن بعدت عن الصلاة والله إن الحياة تكون جحيم ولذلك يقول الله واستعينوا استعينوا على كروب الحياة واحد يقول يا شيخ أنا كلما طقيتها عدلة انقلبت عوجة كلما بغيت أتجر خسرت كلما تزوجت طلقت كلما ربيت الإبن وبلغ المراهقة عذبني وبدأ يبكي قلت أنت يا أخي النمر غلط النمر غلط هذه الدنيا ضربت على هذه الدنيا يا أخي إن تريد الجنة في الدنيا الجنة في الدنيا إن شاء الله تحدث بالتسليم بالقضاء والرضا بعطاء الرحمن لكن قلت له مومك اللي معك هذه قال رحت المستشار النفسي وأنا مع الذهاب للم الطبيب والمستشار النفسي والمستشار الاجتماعي لكن قبل ذلك عدّل وضع علاقتك مع الله بعروج روحك إليه أجمل لقاء في الحياة ما تلاحظون صلاة التراويح في رمضان الزبائن اللي استعجلون مهو بكثير يقول عندنا إمام ممتاز يا شيخ كلها خمسة عشر دقيقة سفري على طول طالع طالعين مع يا أخي هذا إمام ممتاز معنى ذلك إن إمامكم يقلل وقوفك بين يدي الله أنت تمدحه على ماذا الله لزاك خير ما نمدح واحد أنا لو أني من أهل المال وأقول لك كلما أطلت الوقوف بين يدي أعطيتك من خزائني أطول ولا لا ما يكفيك ساعة طال عمرك ساعتين يا أخي ثلاث خذ راحتك لأنني سأناله من عطائك هذا هو الله هذا هو الملك أنا أدعو من أراد الطمأنينة والراحة والسعادة عندك دمع بعض الناس يريد يبكي يأتي عند أمه عند أبيه عند مديره عند المستشار عند المعالج السلوكي المعرفي يقعد يفضفض فضفض الله يجزاك خير لكن وش رايك تفضفض عند ربي في سجده أقسم بالله إن الذي يقلب الظلام نور والنار بردا وسلاما ويعكس الموازين ويجعل نواميس الكون شرقها غربها ويجعلك تحتار في عطائه ويتدهش العقول في نواله هو الله فكن معه الصلاة وإذا وجدت إنسان عنده نقص في السعادة أنا أحكم يقينا عند النقص بعلاقة مع الله في الصلاة الصلاة ما هي مقابلة الملك الصلاة هي مقابلة الملك وجميع أهل الخلق الخلق كلهم أنت لو تريد تدخل على وزير ما عليك سمعوا لي أو على أمير ولا عليك صاحبي مال تحتاج إلى أن تنسق موعدا وتحتاج إلى واحد يقدمك تقديم جميل له وهذا من الأخيار وهذا نعرفه وحبيبنا يترى إعلامي مميز وقالنا أعطيهم بعض التزكيات حتى يقول دخله والدخله يمكن دخله وشارب صط الليمون هذا ضايق صدره وكذا يعني أدخل عطنا اللي عندك اطلع إلا الله الله ما تحتاج إلى استئذان ولا تحتاج إلى معروض ولا تحتاج إلى تقول أطلته بل هو يحبك إن أطلت ولذلك السعادة مرهونة في اتصالك الصلاة اتصال جوال بدون شريحة يعمل يا أخوان إنسان بدون تواصل مع الله ما عنده شريحة اتصال مع الرحمن لا يمكن أن يعيش فوق ملكه سعيدا لأنه لو عاش فوق ملكه سعيدا كان الذي خلق السعادة ظالم أحباب الله لماذا وحاشى ربي جل في علاه أن يكون ظالما لماذا الله فرض الصلاة في السماء كل شرائع الإسلام في الأرض تدري أيها المبارك لأن الله يريد من عباده إذا وضعوا الجباه له في الأرض واحتضنوا الأرض وجعلوا أجمل وأشرف بقعة في أبدانهم على أديم الأرض يريد من أرواحهم أن تعرج إليه فيسكب فيها الروح والطمأنينة والسعادة ويردها إلى تلك الأبدان فيعيش العبد ما عاش فوق الأرض سعيدا والله أحبابي علاج كثير من همومنا وغمومنا فقط عدل البوصلة عدل التردد التردد خطأ بوصلتك يا أخي لا توصلك إلى المقام الذي تريده الله جل الله بقليل من الماء ربع مد ربع مد علبة ماء الصغير هذه 330 ملي هذه مد هذه تكفي لكي تهيئك للوقوف بين يدي الله لتبثه أسرارك وآلامك أما وإن انتظرت نزوله في جوف الليل والعجيب أن لله نزول يومي والله أحبابي في هذا الوقت بعضنا نائم أو بعضنا مشغول الملك جل في علاه أقسم بجلال الله طيلة العمر له موعد لعباده المعذبين المهمومين المغمومين الذين ظلمهم الخلق ضاقت عليهم مسارب الحياة الذين إذا قال يا رب تقطعت أصواتهم بالعبرات وسالت قلوبهم بالدماء الله يعزيهم وهو الملك فينزل في الثلث الأخير من الليل هنيئا لك إن كنت مع الذين سيكونون في لقاء الملك والذين سيستقبلون وصوله إلى السماء الدنيا بسجدة أو برفع يد ماذا يقول ربي هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له أحبابي يعني كأنه يقول في مهموم يريد أن أمسح عنه العناء إذا جت الساعة الثنتين ليلا إلى أذان الفجر وكنت غائبا عن الله أنت غائب عن السعادة ولذلك أذكر أنه يروى عن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله يقول ما صليت الفجر منذ خمسين سنة إلا بوضوء العشاء ليست أساطير وكان يقول ما أذن مؤذن في المسجد إلا ولذلك أنا أسأل بعض كبار السن هل كان عندكم رقات قديما جدي وجدك وأمي وأمك هل كان عندهم رقات هل كان عندهم صحات ما كان عندهم ترك تئاب كان ذكر لا إله إلا اللهم صلي على تسبيح تهليل صلاة ولذلك واحد يقول يا أخي الجن متورطين مع جدان والله من متورطين لأن ما عندهم مكان يدخلونه شياطين أن يدخلوا بيوتهم ذكر تسبيح ونحن زبائن دائمين لبعضهم ولذلك كدروا عيسنا ضيقوا خواطرنا نذا أعود إلى السر الثاني وهو الصلاة الخاشعة الصلاة التي تعرج الروح فيها إلى الله الثالث من أسرار السعداء أنهم يرضون على الله عند الأخذ كما أنهم يرضون عند الإعطاء أعطيكم قصة طبيب عائد من مكة إلى الرياض انقلبت سيارته ومعه سبعة من الأبناء ودخلوا العناية المركزة بعد حادث مرض سير خطير وكل يوم هذا الطبيب يستقبل ابن من أبنائه الستة مع الزوجة السابعة كل يوم يعطون من العناية المركزة جثة ليصلي عليها حتى استكملت أسرته بعد سبعة أيام في سبعة أجداث وقبور سلموا عليه فنظر إلى القبور السبعة ونظر إلى الله ورفع يديه أقصد إلى السماء قال أي ربي أخذتهم لتسمع ما أقول لك الحمد يوم أن أعطيت ولك الحمد يوم أن أخذت أربط على قلبي وأجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها وركب سيارته وعاد للرياض ليس معه من أهله أحد لكن في وجهه نور وأذكر أن لي عم عم لوالدتي أتى للرياض يوما وكان ذريته يلحقون به في سيارة كبيرة وقع حادث تصاد بالوجه مع حافلة مات أحد عشر نفس في سيارة واحدة فلما صلينا عليهم قال ليس لي قدرة على أن أرى قبورهم لكني سأذهب إلى من أخذهم في بيته العتيق انطلق إلى مكة وتعلق بأستار الكعبة أحبابي 11 أحد عشر نفس دخل بيته وخرج من البيت وهم فيه وعاد وليس أحد معه في ذا بيته فتعلق بأستار الكعبة وقال يا رب اجعلني كأيوبها تلك الأمة يا رب الشيطان يريد أن يسلب مني أمني وإيماني أنت الذي وهاب وأنت الذي عطيت وأنا عبدك ابن عبدك فاربط على قلبي وآتني أجري مرتين وجلس ثلاثة أسابيع وعاد أقسم بجلال الله أن الشمس كأنما تجري في مفرقه أخذ الله أسرته بعضنا لو يصير حادث على السيارة لو بعض النساء لو يجي ابنها نزل معاوية بعضنا لو يأتيه السكر أو الضغط بعضنا لو يذهب سماله في سوق الأسهم وبعضنا أي مصيبة من مصائب الدنيا يطيش عقله يلطم يشق الجيب اعلم إن السعداء الله يضاعف معين السعادة في القلب الصابر الشاكري أكثر من القلب الشاكري فقط الذي يأخذ الله منه معنى ذلك أن الله يحبك إذا أخذ الله ابنك أخذ زوجتك أخذ مالك أخذ صحتك هو يحبك ويريد أن يسمع ردة فعلك قال الحبيب في الحديث القدسي قال الله لملائكته بعد أن قبضوا ابن عبد من عبيده ماذا قال؟ قالوا يا رب حمدك واسترجع قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد نعم ومما يروى هنا أن رجلا كان عنده ضيف فأخذ المدية السكين فذبح للضيف ذبيحته رأى الطفل الأكبر وعند ثلاثة أطفال رأى الطفل الأكبر والد يذبح أخذ السكين وقال للأوسط أفعل بك فعل ما فعل أبي فمر بالسكين فقتله فدخل على أمه والأم كانت تحمم الطفل الصغير في الباني مثلا فلما قال ذبحت أخي تركت الصغير من الذهول فغريق في الماء الكبير لما رأى هذا مات وتل ذاك غرق خرج داخل الشارع خوفا من عقوبة أبيه التطمت به سيارة صدع فؤاد الأم خرج الأب من البيت من الأضياف إذا بأسرة قد انتهت أنا لا أحز قلوبكم أنا أريد أنا أقول لك المصائبك اللي عندك كلها ولا شيء انت زعلان على ربي ليه غضبان على الله ليه لما أخذ من قليل السعادة يوم أن تنطق بالحمد فيبنى لك بيت في الحمد يوم أن أخذ الله منك محمد بن عبد الله صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه حياته كان فيها آلام وفيها جوع وفيها 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 عذابات وآلام ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما ضجر يوما الله يجعل عيش محمد عليه الصلاة والسلام كما نعلم ألأنه يبغضه لا وربي ما وطئ فوق الثرى خيرا منه صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار لكنه يحبه أي يحبه ويأخذ منه نعم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل آخر محطات الصبر والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار صبرك على ابنك بعض الأمهات ضجر على الابن الذي في المراهقة وضجر على البنت الكبيرة الذي في المراهقة بعض الآباء يقول جميل تربية الطفل الصغير لكن إذا كبر كبرت معه مشاكله اصبر وصابر وتلذذ بكل ما في الحياة حتى بآلامها لأن العاقبة للمتقين والصبر لا حد له في الأجر والله إذا أفاض عليك بلاء الله يسمع ولا ما يسمع يسمعك يسمع الأنين ومما في هذا الباب دخل أحد السلفي على أحد الأئمة وهو يئن من المرض فمسح رأسه وقال يا إمام لا تئن فإني أروي لك حديثا ثابتا أن الأنين تكتبه الملائكة عند ربها فسكت عن الأنين حتى يعلن رضاه برب العالمين مع أن الأنين لا حرج منه أسرار من أسرار السعادة وجود الوالدين أقسم بجلال الله إن سراج الحياة وجنة الدنيا ورحيق السعادة ودروب النور وفيء ودوحة من أعظم دوحات الحياة أن تكون لك أم تستضل بأقدامها وتلزم تلك الأقدام وتنظر في عينها وترفع بعد ذلك إلى السماء عينك رب ارحمها كما ربتني صغيرا أو أب وهو أوسط أبواب الجنة أجمع العلماء والفقهاء على أن من أكبر أبواب السعادة أن يمكنك الله من رد جميل أحد الأبوين في حياته وأن تجعل حياتك حذاء في قدمه وأن تفديه بنفسك ومالك ووقتك من أحق الناس بحسن صحبتي قال أمك ولذلك اللي عنده أم ولا يصحبها صحبت الشقاء ما صحبت السعادة لأن الله أمر العبد المؤمن أن يصحب أمه واصطحابنا أو صحبتنا للأمهات وللآباء في آخر الحياة ضرب من الجهاد وشكر للرحمن أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير الوالد أوسط أبواب الجنة إذا مات أمك ماتت أمك أو مات أبوك ما مات بدن ولا جسد إنما باب إلى الجنة كان مفتوحا فأغلق مع أن البر يكون بعد الموت كما أنه قبلها من السعادة أن تشكر لهما في الحياة ولذلك ممكن تترك صفقات تجارية وتترك سفرات وتترك ابتعاث وتترك أمور كثيرة من الحياة وتترك بيت أن تباني بيت من أجمل القصور لكن أمك تريد هذا البيت فتمكث معها إذا مكثت معها فاعلم أنك مكثت مع الجنة لأن الحبيب قال إلزم قدميها فتم الجنة ولذلك إن كان على قيد الحياة تريد السعادة لن تسعد أمي لو تقول لي يا سعد الله لا يوفقك نعوذ بالله أن تقولها لن يفتح لي باب إلى السعادة ولو أخذت دكتوراه في السعادة لماذا؟ لأن دعاءها ورضاها من رضا الله وهل تريد عبدا من عباد الله مرهون رضاه في رضا الله غير الأم والأب ولذلك أقول لمن ماتت أمه أو مات أبه الموت لا يقطع البر بل هو البر الحقيقي الصادق بعد الموت ولذلك تلك النصائق بعضنا لا يعرف لا يعرف قبرها ولا يعرف قبره ولا يتذكرها إلا في رمضان مرة وفي العيد الأضحى مرة وما بينهما قد نسي إذا نسيتها أو نسيته فستنسى كما نسيت السعادة عودوا إليهن واخفضوا الجناح لهن ولذا قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لماذا يدعو؟ قال لأن مع خفضه لن يبلغ برهما السعادة إذن من وجود أحد الوالدين على قيد الحياة أروي لكم مشهد هنا قصير وأنتقل للسر الذي بعده رجل له ثلاثة أبناء الرابع أقلهم تعليما مرضى وأتى إلى مستشفى من أكبر المستشفيات ولزم المستشفى شهرين وكان المرافق له أقلهم وأصغرهم فقال لابنه يا بني اذهب انظر إلى المدينة وانظر إلى الأبراج وروح للمطاعم وتسوق يا بني قال أنا جنتي وأسواقي ونعيمي هذه القدم فقبلها قال عندي من الأبناء أخوانك ثلاثة أحدهما يمكث قال لا اسمه ناصر هذه وقفت عليها وزرت هذا الكبير فلما أن رفض جلس إلى أن مكث في المرافقة شهرين فأقسم عليه يوما أخرج واستبدل بمرافقة ناصر لسعود سعود هذا رجل ضابط ومبارك جاب معه وراقه جعله يسلم ذاكر عنده دورة ووالده على السرير ويلتفت إليه بين الفينة والأخرى هذاك ناصر يقلب والده ويهمز قدميه ويهمز رأسه ويعمل مساجله ويرقيعه بالفاتحة ويقبل يديه ويداعبه جنة هذا الناصر أما سعود فعلى كرسي المرافقة ويقرأ المذكرات التي معه تبيه شيء لا نم وهكذا وفي النهاية في آخر الليل طبعا ناصر طلع مع الباب خرج فلما خرج مع الباب في آخر الزيارة الليلية في آخر الليل تألم كبير السن فأراد أن ينقلب فنادى خطأا ناصر ما قال سعود يا ناصر فإذا ناصر يفتح الباب قال لبيك جعلت في ذاك ما رحت يا ناصر قال جنتي هنا فلا تطردني نائم على عتبة الباب بمثل هذه أحباب الأخلاق التي نجعل آبائنا يفرحون بوجودنا بعض الأمهات والآباء إذا وجلسنا عندهم بالواتس الله يجزاه خير وبتويتر هذا ما ليس هذه جنته جنته الذي يخاطبه أما جنتي هي أمي وقرة العين يوم أن أراها وليس للأبناء فضل أمك لها ذكريات عميقة في بطنك ليس في قلبك بطنك به حفرة غائرة الحبل السري اللي باقي أثره في بطنك يذكرك أن هذا الطريق كان يربطك بحلوة اللبن قرة العين ساقية المعالي فدماؤك في عروقك دماؤها فلا فضل لك ولا منا من السعادة أن تكون برا وأن تعرض نفسك لا أن يطلب منك بعضهم تريدين شيء قبل البر هو دراسة أفكار الأبوين وتطبيقها قبل النطق بها إذا نطقوا بها مالك منه غصب عني وعنك أن ننفذ أوامرهم من أسرار السعداء أيضاً القناعة برزق الله والقناعة عالم أحبابي عالم كبير وكل منا لربما البعض منا يدعيه أحبابي يوم أن كنا في أرحام أمهاتنا كتب أرزاقنا ما نفعله إلى أن نموت أسباب لا تدني شيئاً بعيداً ولا تقصي شيئاً قريباً اللي نفعلها أسباب واجب أن نبذلها لكن والله خسرت في الصفقة لا خسرت لأن الله كتب لك أن تخسر فلان ذيب ذكي ما شاء الله يسرق الكحلة من العين كما يقولون يا أخي ذكاء تجاري عالي لا هو عنده سبب معين الله بارك فيه لذلك لا تنظر إليه ولا إلى كسبه وتقارنه بكسبك أنت مع الإيمان أغنى رجل في الكون دخلت السجن يوماً وبشيركم يعني داعي لسه مسجوناً دخلت السجن لألقي كلمة فكان أحدهم يقول يا شيخ أنا أريد الموت أريد الانتحار عندي سبع بنيات وعلي دين ثمانمائة ألف أريد الموت قلت لا يا أخي لا تموت كم دينه؟ قال ثمانمائة ألف قلت طيب في مليون قال شكراً يا شيخ قلت لكن البخيل ما يخدم أعطيك مليون على إيش قال عيوني يا شيخ قلت أحسنت أريد عينيك أبغى العيون القرنية الأولى والثانية والكلية اليمنى ونصف الكبد قال تريد أن تبيعني قطعة غيارة يا شيخ طيب أنت بتنتحر الانتحار بينهي الحياة كلها على الأقل نلحق على شيء معين وتبقى حي يا أخي يا أخي تبقى عيني بالعصاء وتتنفس والحمد لله قال عيني بالدنيا كلها قلت طيب أنت وتنتحر الله يرزاك خير وكانت تنهي على المشروع كامل الحياة هذا كلها طيب تبيعني إسلامك بمليون دولار موريال قال إسلامي أموت ولا أكفر بالله قلت أنت غني بدينك وعافيتك أين شكر الله على مخزن النعم عندك نحن نحتاج أن نقتنع بأن عندنا أشياء كثيرة ليست عند الذين أردنا أن نحسدهم أو الذين تغيرت قلوبنا نحوهم عندنا خير حرك لسانك بالحمد قل الحمد لله الحمد لله هذه تجارة مع الله في غيرك ما استطاع أن يحمد الله أنت غني أنت غني إذن القناعة ولذلك قال الحبيب طوبا لمن رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه القناعة كنز إذا حافظينها حتى في ثالث ابتداء أذكر في موضوع الإنشاء القناعة كنز لا يفنى لكن نرددها وهي كنز من أعظم الكنوز من السعداء هو الذين همه فيما يملك هذا لي ليس لي دخل فيما ليس لي أنا أتمتع بما تحت يدي إلى أن يرزقني الله الغائب ولا يحرم من انتظار الغائب التلذذ بالموجود بين يدي الرسالة أو السر الذي وهو من أخطر الأسرار من أسرار السعداء أن قلوبهم أنظف وأطهر من ثيابهم مما يدمر السعادة في الحياة أن يوجد مساجين في قلبي أو مستعجرين في رأسي كيف أسجن الناس في قلبي؟ أي إنسان من ثلاثة أيام لا تسلم عليه بسبب بغضاء أنت سجنته في صدرك وإذا كان بغضه جعلك تفكر فيه أن تأجرته رأسك تبغى أن ترتاحون؟ طلعوا المساجين والمستعجرين تعيش سعيداً لأن السجن هذا وهو القفص وهو قفص صدري بعضنا يوجد عنده أتدرون أحبابي في واحد بس لا تخبرونه يوجد في دبي واحد إلى الآن ما رفع الله له أي يوم من صيام رمضان كله بل في واحد يمكن معنا رمضان الماضي ستة وثلاثين والله ما رفع إلى الله إلى الآن أتدرون من هذا؟ هو كل إنسان دخل موسم الجنة رمضان ولا زال في قلبه أضغان وأحقاد وغل على مسلم سبب الغل هذا أنه ما سلم عليه فمن عقوباته الشرعية السماء تغلق الملك يقول جل وعلا أنظروا هذين حتى يصطلحا الله في القرآن ما لعن السارق والسارق مجرم لكن لعن قاطع الرحم إن من السعادة أن نرد على المسيئين لنا بإحسان ليس خوفا منهم إنما لريض الله لأن الله باختصار جعل من عفى لأجله الحق عليه وحده والله يا أحبابي أن هناك من سيدخل الجنة بلا حساب الله يجعلنا وإياكم ممن يدخلها بلا حساب ولا سابق عذاب والله ليس بصيامه ولا بحجه ولا بعمرته ولا بصلاته ولا بصدقته إنما يقول الله فلان عفى لأجلي خذوا عبدي إلى الجنة نحن أولى بذلك منه وفي الحديث يوم القيامة والحديث حسن قال إذا جمع الله الأولين والآخرين نادى مناد فليقم من له حق على الله فلا يقوم من إلا العافين عن الناس تبغي يصير لك حق على الله يقول واحد يا شيخ الدنيا هذه يا أخي هذا يعني قلق وهذا دائما يظلمني يشتمني يغتابني ينم أي تدرون أحبابي شكر خاص لكل الذين يحاولون تكدير عيشنا شكر لهم خاص وقبلة على رؤوسهم واحد يقول قبلة إن شاء الله قنبلة مش قبلة يا شيخ يكدرون عيشنا أتدري لماذا أخي لأن اللي يكدر عيشك يخرج أخلاقك أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم منك ثم إذا كدر عيشك ولد تكدير العيش عبادات عظيمة كظم الغيظ الصفح عن الناس العفو عنهم أسألكم بالله لو كنا في الدنيا ما أحد يختعل الثاني ممكن يخرج كظم الغيظ الحلم العفو الصفح لا والله ما يخرج ولذلك أحبابي اللي معنا يكدرون عيشنا هؤلاء يقدمون لنا معروفا ولذلك قال الحبيب من كظم غيظا اسمع الحديث من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذ ليس جبان هو قوي يستطيع أن يرد عليه وأن يأخذ الصاع صاعين وأن وأن لكن تركها لله من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة يخيره من الحور العين ما شاء جائزة عليه ويوم القيامة تمنى إذا وقفنا ذاك الملغف يا ليت أهل دبي كلهم ظلموني وأهل الرياض شتموني وأهل مدري إيش ليه لأنك ترى ماذا ترى أن حقك ليس عليهم حقك على الله والله هو العفو وهو الغفور ثم حتى أختم هذا السر يا من في قلبك غل أو سجين أو مرض اعلم أنك لن تسعد والله لو نقول الواحد خذ هذا الكيس خمسين كيلو ضعه على رأسك واصعد البناية هذه وانزل واصعد وانزل والله إن عذاب ليس بعده عذاب شايل معه خمسين كيلو طيب أنت شايل بشر هل يرتاح ليصعد بهذه الكيلوات طيب أحد أسباب أنك غير سعيد وغير منشريح الصدري وغير مطمئن سببها الأثقال والأغلال التي في القلب ولذا قرار نتخذه في رمضان وهو وأبيك يا أخي الحبيب وأختي الفاضلة ضعوا هذا المثال في حياتنا كل واحد مننا ظلم تكلم فيه شتم ما يوجد أحد مننا إلا ولا سلم أحد مننا من الخلق طيب سؤال أعظم مصيبة في الحياة مصيبتك التي عندك الآن مع رحمك هذا أو مصيبتك في قذف أم المؤمنين عائشة أي المصيبتين عندك أعظم لو قلت مصيبتي أعظم من قذف أم المؤمنين عائشة راح الإيمان الله يجزاك خير ما بقى إيمان فداها أعراضنا ودماؤنا ونحورنا والصديقة الطاهرة طيب الله جل الله أمر بالعفو عن قاذفها يلا وقال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فجعل مغفرته سبحانه بوابتها أن نغفر نحن كأن الله يقول أحبابي لو أن لو أن ملك الموت وقف هنا وقال أنت يا فلان تدخل الجنة وبلا حساب بشرط أن تذهب لفلان اللي شتمك قدفك ظلمك أخذ مالك وتقبل رأسه هذا الليل هذه الليلة ولا تعود للبيت إلا وقد صفحت ولك الجنة يذهب أم لا يذهب أنا سأقبل قدمه وليس رأسه حتى يعفو الله إذن أحبابي السعادة خروج هذه من القلب ومن الأمراض التي تأسر الإنسان في صدره وتحبسه مرض خطير جدا والله من دخل هذا المرض في قلبه لا يسعد ألا وهو عدم الفرح بنعم الله على عباده السعداء من هم خذ هذه القاعدة في السعادة السعيد في الحياة هو الذي يرى نعم الله على عباده كأنما تجمل بها هو السيارة اللي عندك ترى لي أنا فرحان بها أكثر منك الثوب اللي عليك الجميل هذا والله أنا سعيد برؤيته عليك أن ترى نعم الله على عباده أنها وهبت أنت إياها والدليل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه هذه سر عظيم ولذلك أحبابي يقول العلماء أن من تعاريف الحسد هو مجرد عدم فرح العبد بنعمة الله على عبد لو لم تتمنى زوالها بعض الناس يقول قهر والله موكفوا غبي لكن ما أدري سبحان الله الدنيا حظوط ويضرب الطاولة زعلان يا أخي هذا عطاء الله هذا قضاء الله هذا رزق الله هذا موهبة الله فلماذا تعترض بين الوهاب وهو الملك الرب ورب العالمين تعترض بينه وبين عباده فإذا لم تصل إلى درجة الفرح برؤية نعم الله على غيرك أنها كأنها عليك لن تصل إلى السعادة أنا وقتي أظن أنتهى يبقى آخر سر من أسرار السعادة وهي كثيرة حقيقة لكني أخذ قفزت بعضها منها أيها الأحباب السعادة ما هي؟ هندسة إدخال الفرحة إلى قلوب متضجرة يعني مبقى لبك أنت هي هندسة من أدق من النانو هندسة دقيقة جدا وهو أن تحاول أن تسعد غيرك أن تنقل الفرحة والسعادة إلى قلب ما كان يظن أنه سيفرح يوما يوم أن تمسح العناء عن تلك الوجوه وتلك الدمعات أذكر أنه في رمضان من سنوات أتى أحد التجار في ليلة سبعة وعشرين قال يا شيخ أنا لدي مال أريد أن أخرجه تدلني على جمعية؟ قلت أنا أدلك على السجن اذهب للسجن واصحاب الحقوق الخاصة حاول أن مع ضباط السجن أن تطلب الملفات وتسدد عن مجموعة هم يأسوا أن يعيدوا مع أبنائهم وذهب هناك وكان مخرج مبلغ فلما رأى الأطفال يلتفون بأيديهم على الآباء والبنيات نزلت بعضهن تمسك رجل الأب وتبكي وبعض الآباء نازل معها الشنطة وعند بوابة السجن يقبلونهم وما كانوا يظنون أنهم سيعيشون العيد معهم بكى ثم ضاعف المبلغ ثلاث مرات كان طلعوا كل واحد مبلغ وضع سقف مبلغ كل واحد عليه هذا المبلغ يخرج فأخرجوا بشرا وكان جالس على اليمين وقد تلثم حتى لا يراه أحد قال والله إن اللذة في الإنفاق ليس في الجمع ووالله صدق إن أحباب بعضنا يحتاج إلى تفريج كربة وبعض الناس يحتاج إلى تنفيس كربة والتفريج إزالة الكربة كاملة إن استطعت فحسن إن لم تستطع تفريجها فنفس نفس بعض الناس يحتاج إلى فضفضة إن تألمي لألم غيري يسعدني مع أن الحديث كان عن الألم آخر سر من أسرار السعادة زوجتك وأبناؤك وهذا كان في محاضرة الأمس لكن يسأختصره في دقيقتين كيف يكون لن يسعد إنسان حتى تكون الزوجة والأبناء قرة عينه وقلت الواحد قلتهم قرة عينك قال لا والله يقورون عيني لن يسعد والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أحبابي مشروع الزواج مشروع العمر مشروع سعادة ولذلك بعضهم وقلتها بالأمس يسأل بعض المتزوجين أبنائنا الآن الزوجون الأيام هذه أول شهر وبعضهم كان أول شهر لحن صار أسبوع عسل أسبوع بعدها ها الزواج جنة بعد سنة الزواج شر لا بد منه لماذا تتغير هذه النظرة لماذا ينقص معين الفرحة لأننا ندخل الزواج لا على أنه إكمال ديننا لا على أن زوجاتنا هذه نريد أن نصل بهن إلى الجنة لا على أن ذرياتنا نريدهم أن يسلكوا الصراط فنجتمع بهم في جنات ونهر والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم يعني الأب لو يكون في الدرجة المئة في الجنة وأبناء التحت في الجنة الله من كرم هذا المؤمن يرفع أبناءه له في جنات النعيم حتى ولو لم يكونوا يستحقون ذلك انظروا إلى كرم الله قرة العين لا أن أجتمع مع أبنائي في بيت في دبي أو فيلة في دبي ولا أجتمع معهم في جنات النعيم أيه أسرة لا تترافق إلى الوصول إلى جنات النعيم في الدنيا سيكون عيشها مكدرا ثم أحبابي طبعا الأسرة مشروع علاج الأسرة للسعادة لعل هذه المشاريع الوزارة القادمة لكني أقول يا أخي من لم يطع الله لن يطوع الله له ومن أطاع الله طوع الله له أعرف رجل ابنه سجن في قضايا فكان يدعو له يقول يا شيخ طلع ابني بعد سبع سنوات أتدري أين ابني؟ ابني هو قرة عيني هو كما قال قور عيني سبع سنين لكن الآن قرة عين أكثر من عشرين سنة دعوت الله وفهمت الحياة وعدلت علاقتي مع الزوجة لأن السعادة الأم والأب مصنع السعادة في البيت بشرط أن يتبادل المحبة والمودة والرحمة ولو لم يكن هناك محبة يا أخي خل الرحمة موجودة قد ينقص معين المحبة أحيانا ولكن الرحمة عند العظماء وعند الشرفاء لا ينقص أسرار السعادة باتت على الحقيقة ليست سر هي موجودة ومكشوفة وبين أعيننا وتحت أيدينا فقط نحتاج أن نمد اليد وأن نسأل الله أن يسهل لنا هذا الطريق فنعيش فوق الأرض في جنة حبيبنا عليه الصلاة والسلام كان سعيد مع أن ثلاثة أشهر لا يوقد في بيته نارا عليه الصلاة والسلام أسأل الله أن يجعل عيشكم سعادة وأن يجعلنا وإياكم من السعداء فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين تحية حب وإجلال للجميع الذين حضروا ولأمين مسابقتنا ورئيسها سدده الله وللعاملين في هذه الدوحة الإيمانية وهذا الربيع القرآني الجميل في دبي في عامها العشرين وشكرا أرسلها عبر هذا الفضاء كله لصاحب السمو الشيخ الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله ولكل من أضاء هذه الليالي الجميلة التي فتح الله أبواب الجنان فيها وبشرى غلق أبواب النيران أسأل الله أن تنادينا أبواب الجنة الثمانية أستودعكم الله الذي لا تضيعوا ودائعه جزا الله الشيخ أنه عظيم الجزاء على هذا التجوال الجميل في بستان السعادة أسرار جميلة حظينا بها اليوم وهناك أيضا العديد من الأسرار التي لم يتح له أن يقولها بسبب الوقت ولكننا في شوق إن شاء الله لن نستمع معه منه ومعه إن شاء الله في الدورة المقبلة بإذن الله تعالى على أن نطبق على الأقل الثمانية أسرار التي ذكرها في هذه المرة نختصرها في أن يعرف العبد الرب الصلاة صدق العلاقة بالله وهي بالصلاة الرضا بعطاء الله وأخذه وجود الوالدين القناعة برزق الله صفاء القلوب ونقاؤها هندسة إدخال الفرحة إلى قلوب متضجرة والزوجة والأبناء هذا غيظ من فيض وإن شاء الله تعالى أننا استفدنا من هذا العلم الوفير لفضيلة الشيخ الأستاذ سعد بن عتيق العتيق وفقنا الله وإياكم إن شاء الله تعالى إلى ما يحبه ويرضاه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد أنزل رب القرآن نغلل الناس وتبيانا محيا بهدى وشرعته شبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدر بمدى الزمن